واصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته على الملعب الفرعي لإساد جابر الدولي بصفوف مكتملة استعدادا لمواجهة طاجاكستان الودية المغررة غدا الثلاثاء وكان الأزرق قد باشر تدريباتها الليلة الماضية بمشاركة اللاعبين الذين لم يخوضوا مواجهة الفلبين فيما خضع الأساسيون إلى تدريب استشفائي وينتظر أن يكون اللاعبون المشاركون في المباراة قد خضعوا إلى الفحص الروتني من قبل الجهاز الطبي للمنتخب للإطمئنان على عدم وجود إصابات وتفوق الأزرق على ضيف منتخب الفلبين بهدفين دون مقابل على الساد جابر الدولي في أولى مواجهاته استعدادا للاستحقاقات المقبلة